نجح الأهلي في تحقيق العلامة الكاملة خلال ثلاث مباريات أقيموا خلال الإسبوع المنقضي بالفوز على فرقه والفوز على الاتحاد في أستاذ برج العرب ثم الفوز بالأمس على الدخلية في أستاذ السلام تسع نقاط مهمة جداً صعدت بالأهلي إلى المركز الثاني ب42 نقطة ولكن للأهلي حتى الآن ست مباريات متأخر فيها عن باقي فرق الجدول وتحديداً فريق بيراميدز المتصد الهدف التقدم بالأمس أحرازه محمد مجد أفشا من تمرير رائع من محمود عبد المنعم قهربة وزاونا شايفين طبعاً على الشاشة يمكن يعني رسالة من لعبي النادي الآلين وجمهور الآلين دايماً على الرأس والشارة السودة والحداد اللي كان موجود طبعاً على مشجعتين النادي الآلين نرهان ناصر ونرجس صلاح الهدف الأول لأفشا بعدها كان فيه هدف تعادل لفريق الداخلية من ضربة جزاء بعد عرقلة من ياسر إبراهيم لأحد مدافعي فريق الداخلية ثم الهدف الثاني أحرزه عمر السلية في الخمس دقائق الأخيرة من زمن الشروط الثاني بعد نزوله بدأي قليلة جداً طبعاً كلر عمل تغييرات عديدة عمل تغييرات في المراكز نزل لعيبة نزل عبدالقادر نزل كمان عمر السلية خرج أفشا نزل خل قهربة موجود مع مودست وبعد كده خرج قهربة يعني عمل مجموعة كده من التعديلات والتغييرات عشان يفوق تلاصم دفاع فريق الداخلية ولكن الحمد لله قدر الأهلي يحقق السلس نقاط وده أهم حاجة في الفترة الحالية على فكرة طبعاً الناس كلها زعلانا من الأداة نفسها الأهلي يلعب قورة جيدة زي ما كان بيقدي فيه المباراة الإفريقية ولكن طبعاً احنا في مرحلة يعني الصعر الده أكيد لما نتكلم عن عدد المباراة اللعيبها الأهلي في الدولة الغاية دلوقتي انت داخل على مرحلة ان انت في شهر 7 هتكون وصلت لحوالي 51 مباراة من أول شهر 9 يعني على مدار 10 شهور لعبت ما يقرب من 51 مباراة ما بين محلية وقرية ودولية فطبعاً ده بيبقى صعب جداً على اللعيبة ولسه كمان في ما يقرب من 9 إلى 10 مباراة حتى ختم الموسم فعدد كبير جداً فلازم نحط أعذار في فترة مؤقتة ولكن المهم دلوقتي الثلاث نقاط الاقتراب من الصدارة تضييق فارق النقاط مع بيرامدز اللي كان بيلعب وما كان شبط له بالتأجيل لانه عارف ان السيناريو ده لما تعامل مع الأهلي من سنتين ثلاثة جاب نتيجة وساعتها الزمالك فاس بالدوري لما وقتها كان الزمالك بيواجه الأهلي وكان منافس الأهلي في الدوري ووقتها بالصدفة كان حسين لبيب رئيس نادي الزمالك بالتعيين وقتها طلب من أحمد مجاد والكلام ده تقال حتى في مواقف رسمية أن الزمالك ما يتأجلوش مطشاط لا نلعب مطشاط عشان لما الأهلي يرجع ويخلص مشوار الإفريقي ويجي لعب الزمالك أو يجي ينافس الزمالك ويكون فيه عدد مبرك كتيرة فيبقى فيه ضغط على الأهلي فبيرامدز كم شايف أنه من مصلحته يلعب ما يأجلش كله نادي أكيد بيبصها لمصلحته أحدش بيبص للصالح العام على فكرة كل واحد بيبصها لي أو بيشوف مصلحته إيه وبيشوف في النهاية النتيجة اللي ممكن يكسب من خلالها التصرف أو القرار اللي بيتم مناشته واتخاذه في الفترات الأخيرة قبل ما اتكلم على قصة الدوري واللي بيحصل في تاجلات الدوري وأنا اتكلمت على مباراة الداخلية ومش عايزة أتكلم في تفاصيل فنية كتير الأهم الثلاث نقاط ودلوقتي الأهلي 42 نقطة وماشي فيه مشواره عشان يقرب من منافسة بيرامدز على الصدارة عدد المباراة المتبقية والأهلي كسبها كلها هيعدي بيرامدز بفرق نقطة ويبقى الأهلي بدأ يدخل في المنافسة مع بيرامدز قبل ما يقرب من حوالي من 8 إلى 9 مباريات على ختام المسيب